ملتزمة في مواعيدها ومنضبطة في التصوير والكل يشهد لها بالانضباط والاجتهاد فنانة فردت وجودها ومواهبها وبعيدة جدا عن المشاكل وما حد يقدر يصد عليها ولا شيء معانا الفنانة الجميلة والرائعة والمتميزة بس ما رح يقول أدوار شريرة معانا عبير أحمد مسأت الله بالخير عبير مسأة نور حبيبتي مشكورة عن نورة ونطلالة ووعيد حلوة والتغيير هذا الحلو أوشي خبن نسأل عن سر الحلات هذه كلها رجيم ايه ضحفانة صرف حلات الاكتفاء أنا ما بيقول ضحفانة بس بقول الحلات من وين حبيبتي عيونكم حلوة عشان تشديد تشوفني حلوة فينا بس يقولولي ما عرف ناتش طول الوقت ما عرف ناتش اللي صاير أني أنا عملت حلقة سنة 2012 وصلت الوزن مثالي وصرت اختفي 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 اكش أنا ساعات كثيرة أنسى شيء اسمه أكل يعني أقعد يوم ونص عندي قدرة أن يوم ونص أقعد بدون أكل وهذا شيء غلط طبعا بس الحمد لله محافظة على نفس الشكل الحمد لله قاعد أحاول كثر ما أقدر يعني أنا قاعد أكل عشان أعيش عشان أكمل عشان يكون عندي طابة سبب الأساسي في تغيير شكلي هو أني ضعفت وايد نعم اليوم أتكلم على كالوس كانت نقلة في حالة اليوم كأني أشوف ثمار السنين كلها اللي طافت في كالوس أول مرة أشوف كوميدية بهذه الطريقة يعني أشوف مقاطع بالإستجرام نشوف الحلقات كانت دور متوازن في شوية شر وفي شوية كوميدية شون كانت هالنقلة أول شيء أنا أحب أشكر لأن هذا من حقهم المخرج محمد طوالة مخرج مسلسل كالوس والكاتب على الدوحان الجميل اللي كتب الناس لأنهم عطوني يعني كانوا واثقين أن عبير أحمد قد الدور أنا يعني كنت هالدور بالذات دور رزن كان تاركينه في النهاية يشوفون منه اللي راح تاخذها الحمد لله أني أنا ايت على بالهم الدور مكتوب وايد حلو وداماً أقول لما يكون الدور مكتوب حلو يساعد الفنان أنه يطلع اللي عندها المخرج من بداية لأنني أنا اشتغلت مع أيام عقام فقال إحنا وانا بي يعني كوميدية اللي طفرت منها يعني تزيد يكون زايدة عن الحد فبدأينا نشتغل شوية شوي وعلى حذر بعدين لقينا مستانس بعدين يروحي منتج يرجع يقول طبعاً محمد طوالة نوجه للتحية طبعاً وايد هادي ويعطي الملاحظات صح ويعطي فرصة للفنان أنه يبدع بس يوم يعطي أحد ملاحظة يتأكدوا أنها صحة في مكانها فشوي شوي بدأينا ناخذ راحتنا يروحي منتج يريد حس أن الحركة هذه حلوة ما أدري شو فيروح يقول لنا سووها فشوي شوي بدأينا نطلع كوميديا اللي ساعدني بعد الممثلين معي يعني حسين مهدي سوينا مع بعض دوت ووايد حلو هو ما شاء الله عليه ووايد كوميدي بعد ودمة خفيف في الطبيعة فوايد ساعدني أني أقول شيء أنا أقول وهو يقول واللذغة كانت مسوية شغل بعد اللذغة لفيه الشنو اللذغة اللي فيه كان حلق الراح اي 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 أنا دايما على فكرة خربت يا حرم يعني ما ليش حسين على الأسفل خربت عليه مشاهد وايد أقول له سين احنا قاعدين نسوي بروفا لو سمحت اللي بتسويه جدا من كمرة قوله آه يعني أنا بسرعة أضحك فخربت عليه مشاهد كثيرة بس هذا الدور كان مكتوب بالمشاهد يعني ولا مو مكتوب ولا من عنده بسويها لا أهو الكاركتر اللذغة هو مسوي كاركتري أنا يعني شوي كان في يعني بعض الحركات احنا رح نتكلم عن الكاركتر لأنه في شيء وايد أنا مدقيقة عليه بس رح نشوف التقرير هذا ونرجع معكم بس رح نشوف المشاهد ما ندري نبتشي ولا نضحك الحين على دوري شو ما أدري بس أبي عارف صلفة العلج ما حسنتي بتعب وانت تعالتين شوف كنتون مخلصة بالمشاهد كنت رازة ميزانية حق العلج وبعدين بدأوا الممثلين يشوفون عندي ياخذون منها بعدين بدأت أخشة لأنه يعتبر من أدوات التمغيل عندي يعني لو خلص بطير بمشكلة شوفوا لما يتدور على يعني اللوك ساعات أزعل لما يقولون ايه أوكي عبير يمكن ما نرى شحل هالدور لا هي دور لازم واحدة هاليقية واحدة ما أدري شنو طب أنا كممثلة أقدر أسوي كل الأدوار حبيت أسوي ترك في الدور فسألت صديقاتي وبصراحة ألا أدشتي صديقتي مقربائي اللي قالتلي على موضوع العلج فشريت كمية وحطيتها عندي في اللوكيشن ما تعبت ونت تعالت شير والله تعبت وايد تعبت يعني هو يقول أكشن أنا أبتدي كت خلص المشهد أنا وقفت ريحت طيب أنت قبل كنت محصورة تحديدا في أدوار الشارع أدوار الشنة اللي تسوي المشاكل ساعات في البيت واليوم انتقلت نقلة ثانية للكوميديا للأمانة يعني تميزت في الكوميديا شون شفت هذه النقلة نقلة كبيرة عشان شديد أنا كان لازم أشكر المخرج والكاتب أقول لك شغلة دائما يقولوا لي عبير أنت مقلة أنت بعيدة شوي عن الساحة في أحد المذيعين كان رأي أن عبير بدأت ترجع مرة ثانية عبير أحمد إيه عبير أحمد من يوم بدأت إمكانياتي تتطور الخبرة لها تأثير لكن دائما أقول الأساس بالنسبة لي هي النص الكتابة لما تيب لي دور عادي ما قدر أسوي فيه شيء فأنا بنفذ المكتوب حتى لو حطيت إضافاتي فيه في النهاية نص عادي دور عادي والساعات الواحد يشتغل فيه نصوص ما يقدر يرفضها مثلا حسنا راح تاخد جو لكن لما تي تقول لي مثلا على دور كالوس أنيسة الونيسة أو الحريم اللي المعلق مع الناس للحين من 2003 أقول لك الكتابة نفسها هي الورق يقول شيء فهذا يستفزني كممثلة أني أطلع إمكانياتي فيه فداما الأزمة عندي هي أزمة نص وليست عبير أحمد إنها مقلة أو لا هي أزمة نص بالنسبة لي عبير نحن ندري أنت حاليا مشغولة في مسلسل كلام أصفر سأل فينا عن هذا كلام أصفر هو كلام الناس اللي لا يودي ولا ييب اللي ناس كثيرة توقف كثير من قراراتها من حياتها من خوفها من كلام الناس المسلسل عبارة عن بطولة جماعية في نخبة من النجوم الكبار طبعا كل واحد لا قصة يعني ما معروف ما قدر أتكلم أكثر من الشريع عن المسلسل هل يوم التعامل مع المخرجة هي عبد السلام وقصة هي المخرجة هذا العمل تخيلوا أن أول مرة التي تقف فيها أول مرة بحياتي كيت وعد مستانسة ما شاء الله عليها دائما وأبدا الله أكبر ما شاء الله يعني دائما مبتسمة ووجه بشوش ولأنها يعني أنا جبرة بنوتة صغيرونا لها دائما تتش في المشاهد خاصة لو في مشاهد شوية رومانسية دائما تلقاها لها تتش تعاملها جدا هادي وجدا راقي وجميلة وابتسامتها حلوة باللوكيشن عبير ما تحسن في غير بين الممثلة والمخرجة؟ لا أقولي ممثلة وممثلة تمشي ممثلة ومخرجة لا صعب المخرجة هي قائد العمل الفني بالعكس هيا عبد السلام تحديدا تحب كل الممثلين ومهتمة بكل تفاصيلهم وعلى فكرة تحب أشكالنا تطلع حلوة على الشاشة يعني كذا مرة تقوم من المكان عشان تعدلي شهرة بس تذي واقفة بالكاميرا نفسها تعدلها وتروح تقعد على المونيكو هذا 10% من بين البنات مع كل الممثلات تحب أشكالنا تطلع حلوة مرتبة على الشاشة طيب اليوم عبر أحمد الجامل أن تاخد نص أو مسلسل تبثل فيه لا أجامل لا بس ممكن ساعات أضحك على نفسي لا أجامل عشان أحد لا ما قمت أجامل أبدا ولف أي شيء ولف صباح الخير حتى لكن إن أقنع نفسي ممكن ساعات أقص على روح شوي عبير وين تعمل الدراما المصرية اليوم؟ أهي وينها عني؟ ليش تجربة؟ ليش أنا روح ورعوني؟ بس ليش تجربة بالدراما المصرية؟ سويت زهرة برية من زمان ومن 2009 وما لقيت نفسك ورديتي قلت العالم هناك يصورون مسلسل يقعدون ستة شهر على ما يخلط في مسلسل أنا طلعت روحي والله طلعت روحي أقسم بالله عندهم المشهد مشهد يعني لو فيه عرس بلدي ولا شعبي يفرشون لنا يوم كامل إذا كان عندنا مشهد عرس والله يجعزوا لك أنه فعلا يعني كأنه عرس صجي وعلى حمام السباحة وتسريحات الشعر والمي أو قعدنا كامل ليل فير نصور فأنا نفسي شايفه نفسي بالدراما الخليجية أكثر عبي ما تشوفي نفسك في المسرحة الحيط؟ ولا بس نفكر أنه في الدراما؟ المسرح أنا انقطعت فترة لكن رجعت عن طريق مسرحي من خلال مسرحية الطنبور وطبعا من خلال المنتج طبعا لأوجهه لها تحية أستاذ بندر طلال سعيد أوجهه لها تحية لأن أهوى شافني بهالدور وكان مفاجأة للناس والحمد لله أني نلت على الاستحسان وإن شاء الله بكمل يعني إن شاء الله طيب اليوم منذ عمل الواجهة مع القديرة طلال سعيد عبد الله ما في عمل جماعكم هل في أسباب ولا النص ما خدم ولا ما لقيته نفسك أو عرضه عليك؟ لا والله هما ما كلموني أشانا أكون معك صريحة ما كلموني عملها هالسنة مختلف عبارة عن كذا قصة ما أدرك كل شم حلقة تتكلم عن القصة فما صار للنصيب أني أكون معهم هالسنة وبدون أي سبب بدون أي سبب حتى حيات الفهد نفس الشيء عن أم سوزان بعد أستاذ حيات الفهد ما أدري من وين بالعكس أنا اشتغلت معها رحانة من ثم سنة وتحبني وتقدرني ما في أي شيء بس هي مسألة نصيب بعد وإحنا صلنا وايد في الوسط الفني يعني شمعنا عبير ما في فلان وفلان وفلان بس عبير دايما يتوارد أو ينقال يعني أنه لما تشتغلين مع فنانة كبيرة تقعدين فتر بيقول هذه بينها مشاكل مع الفنانة الثانية ما عندي فكرة على هالموضوع طيب اليوم في هاجس عند الفنانات هل أنت من هذول الناس ولا لا موضوع التتر ليش اسمي قبل هذي وليش اسمي تحت هذي وايد مسوي مشاكل عند الناس أنت من نوع اللي يدقق على الاسم بالتتر موضوع مزعج ومتعب نفسيا الدقيقين ملا عادي ما كنت أدقق لكن يصير كم موقف يستفزني كم هنانة الحين ما أدري على أي أساس يرتبون أسام التتر تي ساعات يكلمون يقول لك لا فلان لأنه أقدم طيب وهو صحيح قديم بس يعني صار لسنين بعدين يقول لك لا فلانة مثلا مطلوبة أو فلان مطلوبة تكتشف في النهاية أنهم أصدقاء المنتج قاعدين عندهم ديوانيتها يا الله ما بي أقول أشياء وائد يعني بس يعني استفزني أحد الأعمال ليش أنا اتفقت على اسمي في التتر وتفاجأت أنه لأنه فلان رفيجي المنتج لأنه مش عارف أي لأنه كذا ينحط اسمي في الآخر فما كان مني أني زعلت وضايكت يعني الأول مرة عالبعين وسلسل كان مش فكرة لا فكرة فكرة كويس بس أقول لك قمت أدقق وقمت أحطها في العقل بس تبس صراحة بينه وبينكم عشاء الله أحد يسمع يعني ما أحد يسمع نفسيا ما عندي إذاء نفسي إذا حط أول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع ما عندي مشكلة مع نفسي المشكلة إنه للأسف ينظرون لك في الوسط إنها رضت إنها تطلع في الحق عيل كل مرة رح ترضى عيل ينظرون لك نظرة مختلفة بس عبين هذا حق أدبي يعني من حق الفنان هذا حق أدبي إني يصيري كل واحد قاعد يقول من حقه يعني أنتو تتدرون شنو مثل الأب اللي يقول حق يعني يقول حق ولده أنا كنت الأول في الفصل كل الأهالي الأول في الفصل منه الثاني ما تدري فأي صارت يعني صج مشكلة في الوسط أنا عن نفسي ما عندي مشكلة نفسية لكن من كثر الإلهاح في الوسط وقمت أشوف إنه ويد معطين أهمية للموضوع في بعض الناس والصحافة كلا تويهب الموضوع فبديت أدقق وحطه في العقل طيب اليوم السوشال ميديا صار لها تأثير في قمة الفنان اليوم إن هذا الأفضل وهذا الترتيب أو عدد الفلوورز الموجودين تقاس النجومية في عدد الفلوورز؟ لا مون نجومية ما دري شنو أسميها الاهتمام يمكن يا مون نجومية يعني في ناس مشهورة ممكن نسميها شهرة بس في ناس مشهورة بحسن الشنقول بصيرة طيبة مشهورة بالسوشال ميديا لأن لها أعمال لها إنجازات لها وفي ناس مشهورة بطرق أخرى يعني فهي للأسف قاموا يهتمون بهالشي لو عن نفسي أنا في البداية يعني أنا كنت من آخر الناس اللي مسويين استجرام بديت أقنع نفسي شوي شوي بديت يعني معارف اللي يسوي لحق مخ أبديت إنه لازم أساير العصر لازم يعني شنو كل ما أطلع لازم أحط ميكاب وشاعر عشان أصور يعني شنو ما أدري يعني ليش بديت شوي شوي أقنع نفسي توني بأقنع نفسي نزل السناب السناب هذا بعد مشكلة بالنسبة لي يعني ما أقدر أسوي كل يوم سناب أنا وايد بيتوتية أصور الناس القهوة اللي قاعد أشربها يعني شنو بقول أطلع بس لما يكون إنه في شي قل في حدث يعني أنت تأيدين أنت تنزلين حياة الشخصية في السوشال ميديا؟ كان عندي خلافة على هالموضوع يعني لين تصالحت مع نفسي أن الناس للأسف في أشياء تفرض عليك يعني الناس حابة أن تتابعك حابة أن هتشوفك فبديت أن نزل لقيت الناس تطلب زيادة تطلب زيادة تبتعرف فبديت أشاركهم جزء من حياتي بدأوا يهتمون بأكثر بأكثر الحين أعرف شنو أنزل من حياتي حق الناس وشنو لا أول يمكن كنت أنزل عيالي الحين أهما قاموا يرفضون أنهم كبروا يعني ما يرضون ينزلون محابين موضوع شهرة يعني فقمت أن تقي أشياء معينة أنزلها فيمكن مقلة إلى حد كبير في الإسلام طيب نبرجع شوية تقريباً لـ 2015 تقريباً ومسلسل الإنسان ونيسة كواليس هذا العمل ومواقفه والتجربة مع الفنان الجميلة فاطمة الصفي والكاركترات اللي كانت موجودة وسمعنا أنه فيه جزء ثاني لهذا المسلسل والله ما أدري أنا نفسك سامع إشاعة سامع انت بأي هكذا مجرد إشاعة يا عالم متأتصير بس أتوقع أنه ما راح يكون فيه يعني توقعاتي الشخصية لو فيه بتكررنا التجربة أكيد طبعاً هذا بعد من يوم رشحون للدور قالوا لا عبير شكلها ما يصلح أنها تسوي شيء يعني هالدور المنتج اللي أوجه له بعد تحية سال عمر الصباح قال لا عبير أوكي في الدور والمنتج مونير الزعبي بعد اللي أوجه له تحية أنه كان يعني عطاني هالثقة أنا شنو قلت المنتج المخرج عفواً مخرج زين أنك انت المخرج يعني يعني عطاني هالثقة هذه وخذيت دور دلال وصويته بالشكل المطلوب يعني عبير شنو علاقتت معزمي لا تشفي الوسط الفني والله زينة مخصوص كان في خلاف مع ميس حمدان أنا ما عندي خلاف مع ميس حمدان الصحافة تدخلت من نفسها نفس يعني التوني قايلة الصحافة أيها اللي تدخلت وقالت لماذا اسمها معابير ومن هذه ومن تكون وقالوا أشياء شعللة والحرب في نفس ميس شون درأيت لما ميس كان ردها شوي غير متوقع لأن ميس يوميات الكويت وزارتنا يعني كانت إلى شوي قريبة مني يعني في اللوكيشن في يبدو نقالول هالشيء استفزها فردت هالرد يولي يسألوني فردت رد فإيه كانت يد الصحافة أنا ما عندي خلاف مع أي أحد ما أختلف مع أي أحد زميلاتي في الوسط الفني كلهم أحبهم وأحترنهم وإن كانت علاقتي دائما على الحياد مع الكل طيب اليوم تميزتي بالسعودية قدمت مسلسلات جدا ناجحة وينت اليوم من التجربة بالسعودية مرة أخرى تجربة وين؟ بالدراما السعودية السعودية أنا كنت أصور مسلسل مسلسلين كل سنة أوكي أتكلم عن الآن أنا قاعدة أحس في شيء قدتش تقولينه ما أدري يعني بس أقولها بالمختصر ليس لي أي يد بالموضوع ولكن يبدو أن في عندهم جراءات خاصة فيهم في السعودية نمنعوا الفيس حق الفنانات أنهم يدخلون السعودية صورا هذا العاق الوحيد هذا العاق الوحيد قدت ويد مسلسلات ناجحة في السعودية وتكلمت باللهجة السعودية وكان خاطر أني أكمل ولكن قدر الله ما شاء فعل الجديد اللي قاعدت جاهزين في شيء قرمضان الحين أهو كلام أصفر اللي قلت عنا هذا هو بس المسلسل اللي إن شاء الله راح تشوفونا في رمضان نعم وإن شاء الله راح أطلع لكم بشكل حلو قصة مختلفة يا الناس تحبني يا الناس تكرهني يا الناس تفهم ما وراء القصة يا الناس على طول تكرهني إن شاء الله الناس بتحبك إن شاء الله عبير بتكلم مرة ثانية عن اللوك نوكت ما شاء الله من بين فترة وفترة قاعدت ميزين فيه هل هذا يعتمد على الجوهر الفنان ولا إنه هو كشي عام شوفي دايما نقول اللي هنا اللي في القلب يبيني هنا الثقافة بعد لها دور في ناس همها التقليد في ناس الفضاء وتخليها تروح للدكتور تجميل في ناس تبتقلد وتروح في عوامل كثيرة أنا عن نفسي ممكن لأول مرة تكلم في الموضوع لازم يعني ما رح تبرد أسميه ذكاء فنان ولكن حرص إني أكمل في الوسط الفني فإني أكون أبديد دائما مثل ما أقناعت نفسي بإستجرام بإسناب كان لازم إني أغير أبتدي أغير من شكلي عشان نواكب يعني هزمن الفضيع اللي إحنا فيه وإن كنت فيه أشياء كثيرة ماني مقتنعة فيها لكن علشان الاستمرارية كان لازم وهذا أول مرة أقول هالكلام يعني أول مرة أصرح فيه فيه أشياء أنا يمكن ماني مقتنعة فيها لكن لازم أسويها دائما أن التجميل والإسناب والإستجرام وإن كنت أنا يعني أنا ما سويت عمليات تجميل كثيرة يعني أنا سويت خشمي وقلت عنها لكن اللي صار أن الضعف هو اللي مغير من شكلي طيب أنت اليوم مع الاعتراف فيه ناس ما تعترفوا كان سويت عمليات تجميل أنت بالنسبة لك عادي ليش الناس مو غبية الناس تشوف الناس قبلها وبعدها قبلها وبعدها شوف إن شون يعني ذكرتني بعيالي مشوفوا اللي صور قديمة دي ماما متون على الأرواح من نفعك شوف الناس به غبية يعني هي تعرف إذا كنا مسوين تجميل ولا لا الحين صار عادي فيه ناس ما تعترف أنه سويت تجميل فيه ناس ما تعترف أنه سويت تجميل كيفها عاد هذه ما فيه ثقة بنفسها ممكن أقول لك الحين الكل قم يسوي تجميل في الأول كان عندي الفنانات الحين الكل صار يسوي تجميل صار موضم والكل صار حلو الكل صار دلوع والكل صار جميل اليوم نقول عبير أحمد كويتية الهوى والروح أنت بنيتنا بالنهاية تنزع جين ساعات لقلت والله هذه فنانة غير كويتية لا لا وايد يسألوني أنا قطات مصرية لو حتخليني على راحتها لا أخذ راحتك لا أنا وايد يسألوني أقول لهم أبوي مصري أمي لبنانية الله يرحمه وهم الأبين الله يرحمه ومواليد الكويت دايماً أقول تن 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 هذي للثلاثة فلا أبداً ما عندي مشكلة بالعكس طيب نحن نتكلم شوية بالأمور الخاصة حسب المعلومات اللي عندي من الأولاد في القاهرة لا لا الأولاد معايب الكويت طبعاً نحن الثلاثة توائم مع بعض زين شون قاعدين يشوفون لما يشوفون عبير أحمد طلع بالتلفزيون عندهم انتقادات ما يتابعون وائد مسلسلات ممكن يتابعون يشوفون على يتيوب يتابعون الإستقرام الإسناب لكن ما لهم خلق أو يمكن دراستهم في المدارس البريطانية مو قاعدين تعطيهم الوقت حرام يتنفسون فأهم مو قاعدين يشوفون يعني شفت المشاهد اللي ممكن تكون شفتها بالإستقرام أهم شافوها فوايد وايد حابين طبعاً كنزي صديقتي فوايد طالعني دايماً تشوف باستمراري يعني ودايماً تدعمني يعني الحين وانا يا يال تقولي ماما تسمعين على خير يلا ربنا يوفعك وعطتني بوسا ودايماً الولد دايماً مختلف الولد يغار على أمه فأنت وين رايحة بابا عندي لقاء مثلاً باتشربت طلعين يعني فيها النظرات جدي يعني فأهم يعني كنزي ممكن متابعة أكثر نعم عبير أنت حريصة يعني بين التمثيل وكمستقبل عيالت تقدرين توافقين به الأمور هذولا؟ مستقبل عيالي والله أنا كافي دراسة يعني تحاتينهم بدراستهم وتشوفينهم ولا كله بالشغل ولاهية عنهم العادي والله كنت رست لسناب لو أنا طولي اليوم برا البيت بس أنا قلت في البداية أني بيتوتية شوفوا اليهالوا هم صغار كانوا محتاجين فترة كبيرة أني أكون أهم اسم الله عياليش توأم؟ توأم الحين دشها واسم الله عيالي عندهم 14 سنة دشها وسن المراهقة مو محتاجيني بشي مو ممحتاجيني بس صار عندهم شخصية صار عندهم استقلالية أول يمكن تقول لهم مثلا تلبسوني الشغلة الفلانية الحين ممكن أكون أنا موضع قديمة نعم وطنزون علي وطلعون أهم صح فما قمت أني أفرض نفسي أو شخصيتي عليهم فأهمل أحسهم مو لي مو محتاجيني بس صار عندهم استقلالية عندهم أصدقائهم عندهم مشاريعهم في الويك اند فإذا أهمل مو بغرفتهم يدرسون أتأكدوا أني أنا قاعدة بالصالة بروحي طيب عبير أنت أم شديدة في البيت؟ ولا يعني تخطير تعطين؟ لا أقول لك شغلة كلمة كبرة وكلمة أنتم احتاجوا شوي الشدة معهم لأن الحياة والدنيا الحين صارت وائد منفتحة وغريبة وهم مدرسة أجنبية في أفكار كثير ممكن تغلطت رأسهم فكل فترة أقعد أنظف وفلتر لما كانوا صغار أو من أهم وصغار للحين احنا متعودين على الصداقة ما بيننا يعني ساعاتها يقول لهم بشوفوا أنا عندي سر بقولها لتشكنزي أو بقولها لك وليد بس لا تقول حق أحد في صداقة ما بيننا اتكلم في كل شيء مع بعض في علاقة حلوة ما بيننا أعطيهم دايما حرية القرار والاختيار لكن بمتابعة مني والساعات تخابت إذا أبيهم يسوون شغلة معينة أقول لهم عندكم اختيار الأول والثاني والثالث بس أنت لو سألتني عن رأي بقول لك الثالث لأنه كذا 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 فتلقاهم ياخذونها الاختيار فأنا مو شديدة ولكن متابعة بشكل كبير لهم حسنا ساعدنا اليوم في اللقات القلمة الأخيرة تحبين تقولينها أحب وايد هنا من اللقاءات تتكلم يعني يعني حسنت أني أنا كأني ببيتي وأتكلم وما أخذ راحتي أنا لأشكركم وايد أنكم سمحتول أني أطلع للجمهور من خلال القناة وأتمنى يا ربنا ما يكون آخر لقامة بيننا لا أكيد طبعا نورتين أعزائي المشاهدين راح نروح مع فقر الرياضية ونرجع معكم إن شاء الله